الحمد لله في كتابه العظيم القرآن الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا القرآن كتاب الله العظيم حجته على خلقه أجمعين يقول فيه سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد هذا القرآن موعظة من الله زادر عن ارتكاب المعاصي والذنوب فيه التخويف من النار فيه التبشير بالجنة فيه التخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور من أمراض النفاق والشك والشهوات يشفي الله سبحانه وتعالى به المؤمنين إن استمعوا له وقرأوه وعملوا به فهو شفاء وهدى ونور لهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا كما قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الظالمين الذين أعرضوا عن سماع القرآن الذين أعرضوا عن العمل بالقرآن الذين أعرضوا عن تدبر القرآن لا يزيدهم القرآن إلا خسارا وليست الآفة من القرآن بل هي من الظالمين كما ذكر ذلك ابن كثير رحمة الله عليه فإن من أقبل على هذا القرآن بقلب واعن وسمعه وتدبره ورجى الهداية منه فإن الله عز وجل لن يخذله ولن يتركه بل سيوفقه للهداية ولكن العيب والظلم على من أعرض عن هذا القرآن وأبى أن يسمع له لأنه في ناس ما دارين يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وقال لين دحل المشكلة إنه قال لين كون ما يسمع دحل كون تعرض عن سماع العلم وعن تعلم العلم هذا لا ينفعك بل أنت غير معذور عند الله عز وجل إن تمكنت من العلم وفرطت في العلم إذا كنت ممن يخالفون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فالمعرض عن القرآن لا يتعلمه ولا يعمل به هذا لا ينفعه إعراضه بل يضره يعني كونك ما عرفت وما دار تتعلم عشان بعدين تكون معذور وتقول لا أنا ما عارف ده ما بنفعك إنت عندك إمكانية تتعلم تتعلم ما تفرط في سماع القرآن ما تفرط في العمل بالقرآن ما تفرط في تدبر القرآن حتى لا يشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلى ربه حيث يقول سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجر القرآن يكون بهجر قراءته يكون بهجر العمل به يكون بهجر تذبره بهجر تفهمه وتعلمه ليس المقصود من القرآن فقط التلاوة ولا تحسين الصوت ولا تحسين الصوت بالقراءة المقصود أن تعمل بهذا القرآن هذا القرآن أنزله الله عز وجل حتى نعمل به وحتى نتدبره وما ابتلينا بالغفلة وما ابتلينا بالبعد عن دين الله عز وجل وبالمعاصي والذنوب وبغيرها من المصائب إلا بتركنا للعمل بهذا الكتاب العظيم وبتركنا للقراء لهذا القرآن العظيم وبتركنا لتدبر هذا القرآن العظيم قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذا القرآن مش الله عز وجل نزلوا عشان تعلقوا حجاب ولا الله نزلوا عشان تشربوا محايا الله نزل القرآن ده عشان تتدبروا وعشان تعمل به لكن في ناس ما بيتدبروا وفي ناس ما بيسمعوه عشان كده الله عز وجل قال عن أناس قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا في ناس أول ما يسمعوا القرآن وأول ما يسمعوا التوحيد بمشوا ما بيسمعوا قال إن ده عذر لهم ده ما عذر لك سمعت القرآن سمعت حجة الله لا يجوز لك أن تعرض عن سماعها ثم إذا سمعتها عليك أن تعمل بها لأن القرآن حجة لك أو عليك حجة لك إذا عملت به عملت به وحجة عليك حجة عليك إذا علمته ولم تعمل به يوم القيامة القرآن ده بديك حجة الله نزل لك كتاب الله نزل لك كتاب بيّن لك فهو الأشياء التي ينبغي عليك أن تعمل بها وبيّن لك فيه الأشياء التي ينبغي عليك ويجب عليك أن تتركها بيّن الله في القرآن أنه حرم الشرك وحرم الكفر فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا الأمر الذي حرمه الله عليهم وعليهم أن يعرفوه حتى لا يقعوا فيه بيّن الله عز وجل في القرآن أنه أوجب الإيمان به وبرسله وتصديق أخبارهم فعليك أن تتعلم الإيمان بالله والإيمان برسله وأن تصدق أخبارهم لا يكفيك مجرد قراءة القرآن ولا يكفيك مجرد حفظ القرآن ولا يكفيك مجرد فهم القرآن بل لابد أن تعمل بهذا القرآن حتى يكون حجة لك عند الله سبحانه وتعالى لأن الكثيرين اليوم تجده يحسن القراءة ويحفظ القرآن لكنه لا يعمل بهذا القرآن في هذا القرآن أمر الله عز وجل بسؤاله قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين في هذا القرآن نهى الله عن سؤال غيره سبحانه وتعالى فقال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ قال الله سبحانه وتعالى يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ وَإِذْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كلٌّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذا القرآن إذا قرأته هذه الآيات ما أنزلت حتى يعمل بها المشركين فقط أنزلت لكل الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أن الله خلقكم وأن الله رزقكم وأن الله دبر أمركم لا تجعلوا له الأنداد تسألونهم مع الله وترجونهم مع الله وتخافونهم مع الله وتخشونهم مع الله ليس أحد دون الله عز وجل يستحق أن يُسأل لا الأولياء ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الطالحين ولا الأحجار ليس أحد دون الله عز وجل يستحق أن يُرجى ويستحق أن يُخشى ويستحق أن يُعبد ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا تعبد غير الله لا تدعو الأنبياء لا تسأل الصالحين كما يفعله الذين يدعون أنهم يتمسكون بالقرآن ويحفظون القرآن من أرباب الطرق الصوفية الليلة أول حجة بتلاقينا وأول شفة بتلاقينا في أن هؤلاء القوم على غير الهدى وعلى الضلال المبين الواضح يقول لك حفظوا القرآن حفظوا القرآن ولكنهم لم يعملوا بالقرآن ولكنهم لم يتعلموا ما في القرآن إذا قلت لهم لا تسأل الميتين لا تسأل أصحاب القباب لا تسأل أصحاب القبور والأضرحة يقول لك دي آيات نزرت في المشركين آيات نزرت في المشركين إنت ما تعمل بها الله قال لك ما تسأل غيري العيدل المشرك بس المؤمن يسأل غير الله يعني ولا كيف الله قال في القرآن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين أدعوهم الليلة ما قالوا بيلحقوا وقالوا بيفزعوا وقالوا عندهم جاء وقالوا 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 وين من نزل حمد المنتصر الإذيري ذلك الدجال الأفاق الأثيم الزنديق ولا كرامة والله والله هذا الرجل قد فاق في الكفر أبي جهل وقد فاق في الكفر أبي لهب وقد فاق في الكفر جميع الكفار حتى يقول أن المشايخ أصحاب الطرق يستطيعون أن يخلقوا مع الله ويستطيعون أن يحيوا الموتى مع الله ويجوز لنا أن نسجد لهم مع الله هذا كلامه هذا الدجال الذي أتى بدين ما جاء به المشركين حتى الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنهم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزيزُ الْعَلِيمُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ هَوَلَيْهُمُ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ حَارَبَهُمْ أَصُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولون أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن المدبر للأمور هو الله وهذا الدجال الذي يدعي الإسلام ويدعي الصلاح ويدعي العلم ويدعي 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 يأتون به في وسائل الإعلام في الإزاعات وفي الغنوات النيل الأزرق وغناة حسين خوجلي وغناة السودان داب بيجيب ويعلم الناس الدين الأمدي والله ما بتتقدم والله ما بتتصلح حتى ترجع إلى هذا الكتاب العظيم وحتى تعمل بما في هذا الكتاب العظيم والله لن ينصلح حالنا والله يعرف كونك ما تسمع القرآن وكونك ما تتعلم القرآن ما بتنفعك ولا حج لك ولا بتنفعك ألبي ينفعك تعمل بالقرآن ألبي ينفعك تسمع القرآن ألبي ينفعك تقرأ وتتدبر القرآن مش التدبر بتاع الإزارق دا التدبر الذي هو على وفق ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل به والفقه له والعمل بما فيه ده القرآن الله قال لك أسألني الله في القرآن قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بالله عليكم يا مسلمين بعد هذه الآيات الواضحة البينة كيف لأحد أن يسأل غير الله عز وجل وكل الأمور عند الله عز وجل وقال لنا الله سبحانه وتعالى ازألوني وادعوني ونحن نريد أن نذهب إلى القباب وإلى الأضرحة وإلى الميتين أي حجة لنا وإي عذر لنا في أن نعرض عن سؤال الله ونترك الله الحي الذي لا يموت ونذهب إلى الأموات والرفات والرميم الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ونحن دايرين بيان بالعمل لأن الزولة الدجال دا شايلة شبهات محمد المنتصر لذلك وأنا بس ما داير منه إلا بيان بالعمل داير إنه يبين فينا بس ولا شيخ بتاع أنه دال يبينوا فوقنا قلت بينفعوا بيلحقوا بيفزعوا أدعوهم تحدي تحدي الله عز وجل به المشركين قال إن الذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ما في زول أخبر من الله ما في مخلوق يخبر ما يخبره الله سبحانه وتعالى ويعلم ما يعلمه الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قال لنا في هذا الكتاب أنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون لا الأولياء ولا الأنبياء ولا الصالحون كلهم مخلوقون لله كلهم عباد لله لا يستحقون من العبادة شيئا لا يستحقون الذبح ولا يستحقون الدعاء ولا يستحقون السجود ولا يستحقون الركوع ولا يستحقون الصلاة ولا يستحقون الطوافة ولا يستحقون شيئا من العبادة كل العبادة لله وإن رغمت أنفو هذا الدجال محمد المنتصر لزيرك كل العبادة لله الدعاء لله الذبح لله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر فالناس تعمل بالقرآن وتتدبر القرآن وتفقى ما في هذا القرآن وتحذر الذين يتبعون ما تشابه منه من القرآن فإن هذا القرآن فيه المحكم وفيه المحكم كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأمثال هؤلاء مثلهم مثل الإزيريك هذا داء محمد المتزر الإزيريك هذا من الذين في قلوبهم زيق لأنه يترك المحكم من القرآن الذي يأمر بسؤال الله وبدعاء الله وبرجاء الله وحده لا شريك له ويذهب بفهمه المغلوط ورأسه المغلوط الذي ليس فيه شيء من العلم يفسر آية من كتاب الله بما لا تدل عليه بحال يقول لك سؤال الميتين بجزء الله قال وابتغوا إليه الوسيلة الله قال وابتغوا إليه الوسيلة واسألوا غيري الوسيلة هي أن تتخذ وسيلة في أن تكون سببا لإجابة دعائك لله عز وجل دعائك لمنو لله عز وجل مش دعاء غير الله عز وجل الوسيلة تجي تسأل الله يا الله آمنت بكتابك واتبعت رسولك أغفر لي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين دي وسيلة الوسيلة تسأل الله بأسماء الحسنة وبصفاته العلاء كما قال الله سبحانه وتعالى ولله أسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الوسيلة إنك تستغفر أو تطلب من أحد المؤمنين أن يسأل لك الله بالوسيلة البنعرفة في الكتاب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان وسيلة غير دمافي تجعل واسط بينك وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار هذا هو الشرك الذي كان عليه المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة عذا الله أعلم وصلى الله وسلم عن نبي محمد قدم الشيح عبد الباقي